موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بالمتابعين الكرام والأوفياء في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن تحذيرات وتهديدات الجيش الوطني الشعبي على لسان الفريق سعيد شنغريحة أثناء زيارته إلى ولاية ورقلة مرة أخرى يوجه سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تهديدات وتحذيرات لكن هذه المرة عبر عن رفض أمور إذن ثلاثية ظهرت بقوة على خطاب ألقاه سعيد شنغريحة في الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة أولاً عبر عن رفض الرضوح ورفض التهديدات ثم حذر وهدد من سماهم المتعطشين للسلطة أو الذين يستهدفون الوحدة الترابية ماذا قال سعيد شنغريحة؟ قال شنغريحة في كلمته خلال زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة بداية من اليوم أن الجيش الوطني الشعبي مطالب أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة الإصرار والعزم على بذل المزيد من الجهود خاصة في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تعرفها منطقتنا الإقليمية وفي سبيل تحقيق أعلى درجات الجاهزية العملياتية للوحدات المنتشرة في إقليم الاختصاص وأضاف الفريق الجزائر لا ولن تقبل أي تهديد ووعيد من أي طرف كان كما أنها لن ترضخ لأي جهة مهما كانت قوتها ومن هنا فإننا نحذر أشد التحذير هذه الأطراف وكل من تسول له نفسه المريضة والمتعطش للسلطة من مغبة المساس بسمعتي وأمن الجزائر وسلامتها الترمي تراحظ أن شنغريحة قال لا ولن نقبل أي تهديد أو وعيد من أي طرف كان ترى هل سعيد شنغريحة يتحدث عن أن هناك من هدد الجزائر وتوعدها فجاء هذا الرد أو أنه يتحدث عن تهديد ووعيد افتراضي ممكن أن يحدث وأنه من المحتمل أن يحدث هذا الوعيد الافتراضي لكن من ترى في من ترى هل الجيش وسعيد شنغريحة وقيادة الأركان يستعدون إلى الإقدام على شيء قد يجعلهم محل تهديد ووعيد من أطراف ما هذه نقطة تبقى عليها علامات استفاق أو أنه سعيد شنغريحة يتكلم بلغة العسكر وانتهى الموضوع لا فيه من هدد الجزائر ولا فيه من توعدها ولا أي شيء من هذا القبيل وأن الأمر فقط يرتبط بالقضايا تتعلق بالتطورات التي تعرفها المنطقة والمخاطر الأمنية والتحديات القائمة التي هي موجودة قبل ما شنغريحة وقبل غيره إذن من يقصد شنغريحة إذا فيه جهة معينة هددت الجزائر ترى لماذا لم تتحدث عنها السلطات رغم أن هذا الخطاب فيه بعد كلام سياسي من المفروض لا يأتي على لسان شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من المفروض يأتي على لسان رئيس الجمهورية وزير الدفاع وقائد الأعلى للقوات المسلحة هذا الخطاب من المفروض يقوله الرئيس هو لم يتحدث ولم يقول بأنني مخول من طرف الرئيس بأن أقول هذا الكلام في نهاية الخطاب قال بأنه نقل تحياته إلى الجنود وشكرهم على ما قاموا به من جهود في إنجاح المسار الانتخابي وقال ما مكن الشعب من أداء واجب الانتخاب بكل حرية وديمقراطية ونجح في وضع لبنة أخرى هامة على مسار بناء الجزائر الجديدة شنغريحة ما زال يسر على أن ما يحدث هي جزائر جديدة وهو وهم كبير حقيقة وهم بمعنى الكلمة لا جزائر جديدة ولا أي شيء جزائر قديمة بوجوه قديمة بأدوات قديمة بعقلية قديمة بوسائل قديمة وبكل شيء قديم ما كانش جزائر جديدة إذا كان هذه التي يراها الآن هي جزائر جديدة فالله أعلم يعني كيف يفكر شنغريحة وعلى كل حال أنا أتحدث عنه كتب له الخطاب هذا ليس مستوى شنغريحة أن يتحدث بهذه اللغة هذا الذي كتب له الخطاب كيف يفكر وكيف يريد المهم أنه شنغريحة يتحدث بأنه جزائر قل لا ولن يعني في الماضي الجزائر تعرضت إلى تهديدات ووعيد ورفضتها والآن راه نفس الشيء وربما في المستقبل راهي ستتعرض إلى هذا التهديد والوعيد نعب النقطة أخرى قالها سعيد شنغريحة كما أنها لن ترضخ لأي جهة مهما كانت قوتها ترى من هي هذه الجهة التي لديها قوة كبيرة وتريد إرضاخ الجزائر هل هي الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هي روسيا؟ هل هي فرنسا؟ من هي الجهة؟ معناها هذا الكلام بأن هناك جهة كبرى وقوة كبرى من القوى العظمى راهي تلغط على الجزائر وتهددها والجزائر لا تريد الرضو وترفض الرضو ترى لماذا لم يتجرأ سعيد شنغريحة ويقول هذا الكلام وخاصة أن هذا الكلام يأتي مكمل إلى أحداث من قبل أوقفوا ناس وقالوا راهي دول أجنبية تمولهم وكذا وكذا من هذا القبيل المعروف ترى من هي الجهة التي راهي تبتز تضغط على الجزائر والجزائر ترفض الرضو لماذا لا تكن يا سعيد شنغريحة صارية؟ على الأقل أنت تكلمت بلغة أخرى الآن المسؤولية تقع على عاتق الرئيس قائد الأركان تحدث في أمور من المفروض يجب أن تشرحها ويجب أن تفصلها لأنها خاطيرة للغاية أمر آخر السعيد شنغريحة قال كما أنها لن تردخ لأي جهة التي قوت ومن هنا فإننا نحذر أشد الحذر أشد التحذير هذه الأطراف هذه الأطراف اللي راهي تهدد وتتوعد وتريد الجزائر أن تردخ لها ومن دون أن يسميها وتعودنا عليهم هذه اللغة الغامضة وكل من تسوّل له نفسه المريضة والمتعطش للسلطة من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وسلامتها أطربي أنا في اعتقادي أن هذا الكلام يطلق على عواهنين من هي هذه الجهة المتعطشة للسلطة؟ لا يوجد جهة متعطشة للسلطة أكثر من السلطة نفسها لا يوجد جهة متعطشة للسلطة أكثر من المؤسسة العسكرية وشنغريحة نفسه متعطش إلى السلطة لأبعاد الحدود كيف راح تصف من هذه الجهات الليها قوية ومتعطشة للسلطة هو في نهاية الكلام واضح أنه يقصد من مغبة مساحة وأمن الجزائر وسلامتها الطرابية هنا راح يقصد سلامتها الطرابية دائماً كي أحد راح يقصدون الماء والأخرى مغبة المساس بصمعة الجزائر وأمنها يقصد رشاد واضح ولكن الكلام هذا كبير أطراف ودول وقوتها هناك مبالغة كبيرة وأنه أنا أعتقد بأنه اللي يكتب الخطاب هذا لشنغريحة هو اللي نفسي تمريضه بنظرية المؤامرة اللي وصلت إلى منتهاها ما عليش هذا الكلام لو بقي في إطار حدوده داخل المؤسسة العسكرية وقعد داخل اللي عند الجنود والعسكريين والضباط اللي يستمعوا لشنغريحة مش مشكلة هذه لغة العسكر دائماً لغة التهديد والوعد والمؤامرة وإظهار القوة ومحاولة إظهار تحدي القوى الكبرى هذه لغة العسكر لكن أن تنقلها إلى المدنيين يولي لهديها عندها بعد آخر لم يتفطن له شنغريحة ولا تفطن له كاتب هذا الخطاب لأنه في هذه الحالة عندما يتحدث على قوى تريد أن تردخل جزائر مهما كانت قوته هنا نقدر نقول لوسيا نقدر نقول أمريكا نقدر نقول الصين نقدر نقول فرنسا ومستحيل نقول المغرب لأنهم دائماً ينظروا إلى المغرب أنها دولة ضعيفة لا يمكن أن يعتبروها هذا الشيء فقط ويعتبروها عدو كلاسيكي عدو تقليدي عدو كذا كذا يشكل خطر على الجزائر على حدودها ومهرب كذا هذه الأمور المعروفة ولكن هذه اللغة مستحيل تكون موجهة للمغرب ومستحيل تكون موجهة إلى جماعات كذا وغيرها ترى من هي الدولة والقوة الكبرى التي تهدد الجزائر وتريد الرضوخ إليها هذه مسؤولية أخلاقية لأن يجب أن تصارح الجزائريين أما إن كان فقط كلام من أجل الكلام ففي هذه الحالة أيضاً يجب أن أطراف أخرى أن تصارح الجزائريين خطاب شنجريح اليوم خطاب لغة حرب وليست لغة سلم لغة تدل دلالة واضحة أن الدولة تمر بأصعب الظروف والمشكلة أنه يبالغون في هذه الأمور المشكلة الحقيقية التي تعاني منها الجزائر هي في الداخل هي بين علاقة المواطن بالسلطة هنا المشكلة هذه هي المشكلة أما أنهم لا يريدون الاستماع إلى هذا الخطاب لا يريدون أن يستمعوا إلى المطالب الجزائريين وأقر وأؤكد وأؤكد هنا بأنه بالفعل هناك منهم يتعطشون للسلطة في السلطة نفسها وحتى في المعارضة كان هدفهم ليس أن يحقق الحراك الشعبي أهدافه بل أن يكونهم رأس حربة من خلال الحراك الشعبي وموجات الجماهير تقذفهم إلى كرسي المرادية أو كرسي الدكتور سعدان أو كرسي آخر لديه أهميته في صناعة القرار هناك من يتعطش للسلطة والصراع قائم على السلطة داخل النظام وداخل المؤسسة العسكرية وداخل الأجهزة المختلفة وأيضا بين السلطة والمعارضة ولكن هناك شيء آخر يغفل عنه الجميع أنه يوجد شعب جزائري يطالب فقط بأبسط الحقوق تتمثل في دولة لديها كرامة المواطن لديه قيمة يعطيه حقوقه ويفرض عليه واجباته وأعتقد بأن ما يجري الآن يبتعد عن هذه المعادلة برمته شنغريحة يتحدث بلغة الحروم والصراعات والأزمات شنغريحة يصور الجزائر الآن أنها في مرحلة مثل ما كان عليه شأن العراق في أيام الأخيرة لصدام حسين ومثل ما عليه شأن سوريا وبعض الدول وهذه اللغة التي ظهرت بعض التغييرات في لهجة شنغريحة بعد عودته من موسكو ترى ماذا حدث في موسكو حتى يعود شنغريحة مباشرة وهذا أول خطاب له بعد عودته ويتحدث بلغة الوعيد والتهديد والرفض وعدم الرذوق ويوجه رسائل إلى أطراف عديدة بينها تنظمات ومنظمات ولكن المشكلة الكبرى أنها فيها أنظمة قوية يقول شنغريحة أن الجزائر لم ترضخ لها مهما كانت قوتها وذلك كله يجعل هناك علامة استفهام أن شيئا ما حدث في موسكو وأن ذهابه إلى موسكو لم يكن عاديا وما حدث هناك ليس عاديا وما سيترتب عليه أيضا ليس عاديا إن قلنا أن ما ورد في الخطاب ليس عاديا أيضا بل يعبر على واقع لا يريد النظام أن يتحدث عنه في صراحة ولكن الحقيقة أن هناك الكثير من الأمور التي تخفى على جزائر شنغريحة فجر شنغريحة قال الكثير إن كان حقيقة ما يقوله هو الواقع الأمر ليس سهلا وإن بالغ في الأمر فالأمر ليس سهلا أيضا نكتفي بهذا القدر نعود لاحقا في مداخلات أخرى للحديث عن جوانب أخرى في هذا الخطاب الذي يعتبر استثنائيا على كل المقاييس والأمزج ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله